كما يقال في عالم السياسة فإن ما تراه من هنا غير ما تراه من هناك ولهذا فإنه من المهم فهم كيف رأى كل طرف ما حدث والأهم كيف سوقه داخليا وخارجيا أولا الضربة الإيرانية فقدت تماما عنصر المفاجأة لأنها كانت متوقعة ومقدرة سلفا عن طريق إيران نفسها واللي أخبرت دول الجوار وأمريكا بموعد الضربة وطبيعتها وكميتها بل إن إيران تطالب الغرب النهاردة بشكرها على هذه الضربة المحدودة والمحددة التي حذرت الجميع منها كإنها بتقول أنا طلعت جدع معاك السم بتاعي أظهرته ما خبتوش في العسل ثانيا الضربة كانت على أهداف عسكرية إسرائيلية بعينها وتجنبت أن تكون على أهداف مدنية بما في ذلك من رغبة إيرانية أن تكون الضربة رد بلا مرضود يعني ضربة بلا نتائج فعليا ثالثا الضربة تمت بمزيج من السواريخ الباليستية والسواريخ قروز والطائرات المسيارة من طراز شاهد بكافة مدايات من 10 ساعات 30 ساعة وكذلك قدرات طيران من 1000 كيلو إلى 3000 كيلو نخبّلنا المسافة من إيران لإسرائيل 1500 كيلو يعني حتى من غير إيران ما تحذر كان ممكن أن أدوات الأقمار الصناعية وأدوات التجسس الإسرائيلية كانت تعرف أن السواريخ جاية وتم اعتراض كل هذه السواريخ والمسيارات في مجالين الأول كان في البحر الأحمر والأردن والجولان والشمال إسرائيل عبر وسائل دفاع بطاريات السواريخ الأمريكية في قواعدها المنتشرة أو حتى من خلال وسائل الدفاع الأردنية مع الدول الأخرى زي برضو أمريكا وإنجلترا وفرنسا اللي ردت دفاعا عن اقتحام السواريخ والمسيارات الإيرانية لمجالها الجوي أقصد الأردن يعني ولا ننسى أن حلف الناتو له تحالف وتواجد قوي في الأردن وهناك اتفاقية دفاع مشترك بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا نستغرب استعانة الأردن بقوة غربية للدفاع عن مجالها الجوي وسيادته الإقليمية الطريق الثاني اللي إدرت بها إسرائيل تتصدى لهذه السواريخ والمسيارات كان عبر القبرة الحديدية الإسرائيلية رابعا كل طرف في هذه الحرب سواء الإسرائيلي أو الإيراني يصوق دعائيا لجمهوره المحلي وحلفائه الخارجيين نتائج ما حدث يوم 14 إبريل على أنه انتصار كامل له الإيراني بدأ في الإعلان أنه نفذ الصفعة التي هدد بها إسرائيل بالرد على إسرائيل مرة لأول مرة بشكل مباشر داخل الأراضي الإسرائيلية أما الإسرائيلي فهو يدعي بأن العملية الإيرانية وضحت حجم ضعف وفشل إيران في القدرة على الرد الاستراتيجي على إسرائيل على حد وصفهم وتعقص قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي وتعاونه مع الحلفاء في الدفاع عن أمن وحدود وأجواء الدولة العبرية كل واحد بيحكي حكاية مختلفة تخالص عن التاني سم في عسن